اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو اه النهاردة هنتكلم عن توقعات ميشيل حيك التي تحققت اليوم اه كنا منزلين فيديو لميشيل حيك وليل عبداللطيف كانوا بتتكلموا فيه عن الثورة التانوسية الحالية وطبعا زي ما انتم شايفين الرئيس السعيد اصبح بطل الثورة في تونس بقراراته بنزع الاخوان من الدولة نهائيا من الحكومة ومن البرلمان لكن النهاردة او في الفيديو ده انا مش هلتكلم عن تونس هلتكلم عن دولة عربية تانية اتكلم عنها ميشيل حيك وبتشهد ايضا توقعات جديدة ليه مش جديدة لكن تحقق توقعات كان ايلا في لترأس السنة عن هذه الدولة والدولة دي هي لبنان كلنا سمعنا النهاردة عن موضوع رئيس الحكومة الجديد وتشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي وكان ميشيل حيك في بداية السنة كان قال عن هذه الحكومة نعم في حكومة ومش اي حكومة ستكون حكومة تكسير الرؤوس ومن مولدها وفي كل ايامها فدي بشارة خير ان شاء الله اللبنان تاني هقول التوقع نعم في حكومة ومش اي حكومة ستكون حكومة تكسير الرؤوس من مولدها وفي كل ايامها وايضا اتكلم عن قبل كده زي ما انتم عارفين عن اعتذار الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة لما قال الرئيس سعد الحريري هربان من الشر والشر لحو وايضا اتكلم عن ان سعد الحريري في حذر جديد بيحاول انه يظهر من واقع مواقفه وارتباطاته ليدخل ابواب جديدة حتى لو عارف انها ملغمة والرئيس ميشيل عون معه تسقط كل التوقعات كلنا شفنا النهاردة ان الرئيس اكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف ناجيب ميكاتي انه بيمتلك الضمانات الخارجية المطلوبة لمنع تفاقم الازمة الاقتصادية اللي بيشهدها لبنان وذلك بعد حصوله على 72 صوت نيابي كانت كافية لتكليفه بتشكيل الحكومة ناجيب ميكاتي حصل موافقات من كل الفئات والاطياف والاحزاب كلهم كانوا موافقين حتى اخذ مباركة الشيخ سعد الحريري في تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة وده هو التوقع اللي انا بقوله ان سعد الحريري في حذر جديد بيحاول انه يظهر من واقع مواقفه وارتباطاته ليدخل ابواب جديدة حتى لو عارف انها ملغمة قال ناجيب ميكاتي بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدال الصحفيين احتاج لثقة الشعب نحن بوضع صعب جدا ولكن ستنجح المهمة ان وقفنا يدا بيد انا الوحدي لا املك العصى السحرية واضاف رئيس الوزراء المكلف قائلا انا مطمئن لانني لو لم يكن لديا الضمانات الخارجية المطلوبة لم اكن لقضي مع هذا الامر يعني لو انا مش معايا الحاجات اللي هتخلي الوضع بتاع لبنان يتحسن ما كنتش وفقت على التكليف برئاسة الحكومة في لبنان وانا واصلت من تشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس ومهمتها تنفيذ المبادرة الفرنسية حسب قوله اللي اتكلم عليها برضو ميشيل حايك في بداية السنة واللي كانت بزيارة ماكرون الاخيرة لدولة لبنان وكانت قد اصفرت الاستشارات النيابية الملزمة عن تكليف ميكاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 72 صوت مقابل 42 نائب رفض التصويت لأحد وصوت نائب واحد للسياسي اخر اصلا ودعمت الاحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تكليف رجل الاعمال اللبناني بمهمة تشكيل الحكومة ومنها طيار المستقبل وحزب الله وحركة امل في حين لم يحصل على دعم الطيار الوطن الحر برئاسة جبران باسيل وحزب القوات اللبنانية برئاسة سامير جعجع الاتنين دول ولا صوتوله ولا رفضوا وكان قد شغل ميكاتي قبل كده منصب رئيس الحكومة سنة 2005 وتولى المنصب نفسه في 2011 و2013 دي كانت الاخبار الجديدة عن الحكومة اللبنانية الجديدة اللي هتم تشكيلها بإذن الله برئاسة نجيب ميكاتي اللي حصل على اغلبية صاحقة 72 صوت مقابل 42 صوت رفض التصويت اصلا واحد هو كان بينتخب صوت اخر ان شاء الله الخير للبنان جديد وجاي وفي برشة خير تونس اشتغلت ولبنان اهل نهاردة طلعت بقرار وبرجل جديد يمسك الحكومة بدلا من الشيخ سعد الحريري نتمنى ان الموضوع في لبنان فعلا يبتدي يهدى والدنيا تبتدي تتصلح والمشاكل اللي بتشوفها لبنان حاليا تتصلح حتى لو حتى بطيء الناس صبرة على كلام يعني اهوال صبرة على اهوال كبيرة جدا في لبنان فاكيد هتصبر لو شفت حتى لو في امل او حاجة كويسة حصلت في البلد ربنا معاكم ان شاء الله وتحياتنا لكل اهل لبنان وكل اهل تونس الشرفاء اللي دايما وقفين في صف بلدهم ومش هيسبوها تغرق ودايما عارفين ايه الافضل لها بكده نكون انتهينا من الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات وايضا اه تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو وتقولون رأيكم في نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة وكمان عايزة اطلب منكم طلب اه ياريت اه تعملوا بجد شير ولايك للفيديو عشان يوصل اجبر عدد ممكن من الناس المهتمية بالنواية دي من الفيديوهات عشان انا ملاحظة الايام دي ان فيه نسبة الاشتراكات بتقل شوية مش زي الاول اه محتاجة منكم مجهود معانا عشان القناة تكبر وتوصل لناس كتيرة مش بس في الوطن العربي لا وخارج الوطن العربي وايضا الجاليات اللي حوالينا شكرا لكم زي ما انتم شايفين قناتنا مش بس توقعات ومش بنجيب اي توقعات دي توقعات تقالت بالفعل لاصحاب هذه التوقعات من فيديوهاتهم او بلقاءاتهم وايضا بنتميز في هذه القناة بان احنا بنقول التوقعات والاخبار اللي موجودة حاليا وحصلت فيها هذه التوقعات فشكرا لكم بجد على دعمكم ووجودكم ووقفكم معانا بالتعليقات والكومنتات اللي بتتكتب وقرأكم المحترمة الإيجابية والسلبية وناس كتير كانت بتكتب الحقيقة كومنتات خصوصا بعد الفيديوهات اللي نزلت عن تونس النهاردة فيديو الساعة 8 وفيديو الساعة 5 كلها عن الشعب التونسي والناس مبسوطة جدا جدا وفي منهم كان متدايق ان الاخوان طلعوا اي ان كان انت منحاز لأي جهة طالما رأيك بيكتب احترام فاكتب براحتك طبعا وقل رأيك ان رأيك يحترم اي ان كان اتجاهك ومن دامن الناس اللي بتكتب لنا دايما وحابة اشكرها وموديع من اليمن وعندنا شمس النهار اللي اصبحت برضو بتكتب لنا كتير وقرأها على طول موجودة مش مجرد بتكتب حاجات بس لكن بتكتب كمان قرأ في معانا أشرف وأستاذ أشرف وأختي من العراق الغريب الغريب ولطيفة هلالي وبسمة أمل ومروان كميل ومختار الشجاع وعلي ليلو وسامير النجار وعبدالله سرحان وكمان فتحية عمور وسعد صالح ومحمد علي والحج عادل ودليلة وام ام كي او وياسمين سليماني ومعانا كمان بن خالد وهند الزأزوئي وريمة وفاتن ونور سري سكس ناين والأستاذ بالقاصم من تونس من المتابعين لينا دايما في القناة وبدرية او بديرة حامل او حامد وامل ترابليسي من ترابلوس بتقول عاش التونس عاش قيس سعد وشكرا لكم ويا رب كل الشعوب العربية المبتلية بالإخوان تتحرر منهم وتخرج من همهم وغمهم يا رب شكرا يا أستاذ أمل على زوئك ومعانا طبعا أختي من سلطانة عمان صاحبة أكاونت الأمل خليج وسونيا رياحي وعابر طريق وعواطف محمد عايزة توقعات محمد فرعون حاضر يا أستاذ عواطف هندور على توقعاته من عناه الاثنين الأستاذ مانال فرج ومنصف سالم وكريمة كريمة وآخر اسمه هنقوله النهاردة في الفيديو هو الأستاذ حسني محمدي شكرا واستنوا فيديوات أكتر قناة نساء الأخبار وألف مبروك لتونس وألف مبروك للبنان إن الحكومة هتبتدي تتشكل ونشوف بقى إنجازات إن شاء الله على المدى القريب وعلى المدى البعيد للبنان لينشلها من هذا الانهيار الخطير أشوفكم بخير إن شاء الله فيديوات أكتر على قناة نساء الأخبار